قصة بائع الحكايات للصف الثالث الفصل الثالث هيا بنا بائع الحكايات جدتي تخبز أرغفة تشبه وجوه الأطفال وتحكي لنا عن التنور الكريم ذاك التنور الذي يمنح الفقراء خبزا وحكايات بالمجان تصدق أختي نورا حكايات التنور فأبتسم لها وأقول هذا خيال يا نورا التنور لا يتكلم لكن نورا لا تصدقني بل تصنع من العجين أشكالا وتقلد أصوات الأشكال فتبدو مثل حكاواتية في مسرح العرائس وتقول أمي التنور التنور صانع الأمنيات وتصنع بالعجين وتصنع بالعجين كعكة على شكل دراجة فأبتسم للدراجة فأبتسم للدراجة الطازجة التي تجبه الدراجة التي حلمت بها دائما أحمل الخبزة وأذهب مع أبي لنبيعه عند أطراف القرية فأنادي خبز دافئ كالشمس وينادي أبي خبز ناصع كالقمر فيشتري الأطفال الخبز الشهية ويمضون إلى بيوتهم بسعادة كأنهم يحملون الشمس والقمر وفي يوم حزين تم افتتاح فرن حديث قريب من القرية فرن يبيع الخبز والقعك والحلوى فاتجه نحوه الجميع ويبست أرغفتنا دون أن يشتريها أحد في المساء شعرنا جميعا بالحزن فحكى لنا جدي حكاية النهر ذلك النهر الذي كلما جف امتلأ من جديد مرة بذوبان الثلج ومرة بالمطر ومرة يملأه الناس من آبارهم قال جدي الرزق كالنهري إذا جف سيمتلأ من جديد يوم ذاك لمعت في رأسي فكرة فطلبت إلى جدتي وأمي أن تخبز أرغفة مكمرة في الصباح خبزت أمي رغيفا وسألت من سيأكل هذا الرغيف أجابت نورا لن آكله إنه يبدو محترقا خملت الرغيفا ورحت أنظر إلى الخطوط التي رسمها التنور عليه فرأيت شجرة وفأسا ورجلا فحكيت لهم حكاية الخطاب والشجرة المنتصرة فابتسموا وهتفوا أرأيت التنور يرسم الحكايات على الأرغفة؟ ثم حملت الأرغفة ورحت أنادي حكايات حكايات فتجمع حولي أطفال القرية وبدأت أقص عليهم حكايات رسمها التنور على الأرغفة حكاية حكيت لطفل لاجئ فقد بيته حكاية الخيمة والريح ففرح حين طارت الخيمة العجيبة وأعادت اللاجئين إلى بيوتهم واستخدمت أصابعي وشفاهي لأحكي حكاية العصفور الذي استعاد صوته فاستمتعت بها تفلة فقدت صوتها أعطيت صديق اليتيم رغيفا بالمجان وحكيت له حكاية رغيفه كان اسمها حكاية المطر اليتيم السعيد فابتسم للمطر الذي سقى بستانا مثمرا وفجأة هتف طفل يرتدي نظارة شمسية كلكم ترون الحكايات إلا أنا فعيناي لا تبصر عن فقدمت رغيفا عليه عجيم نافر فتلمسه بأصابعه واستمتع بحكاية ظهرة زوار الشمس تلك الظهرة التي ترى الشمس بقلبها فتلمسه بأصابع فرح الجميع بالحكايات فاشترى كل واحد حكايته ومضوا يهتفونا سنعود غدا لنشتري حكايات جديدة منذ ذلك اليوم صار اسمي بائع الحكايات أنادي حكايات حكايات أبيع للأطفال حكايات تشبه وجوههم المبتسمة وأحلم يوما ما سأصبح كالثنور الكريم أقدم للفقراء خبزا وحكايات بالمجان شكرا للمشاهدة شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم